هذا هو كتاب محنة الهروب من الواقع للسيد حسن الكشميري خطيب لامع معروف وعنده مجموعة من المؤلفات كتبها في الفترة الأخيرة هو شقيق سيد مرتضى الكشميري الوكيل العام للسيد السيستاني في أوروبا وسيد مرتضى الكشميري فضلا عن أنه وكيل عام للسيد السيستاني هو صهره أيضا سيد حسن الكشميري ومن عائلة علمية معروفة وهو يتحدث من داخلهم في صفحة 185 سأقرأ لكم ما ذكره بالضبط يقول كنت هو السيد حسن الكشميري أنا شخصيا أنا شخصيا أثق بما ينقله السيد حسن الكشميري وأن كنت أختلف معه في آرائه أو تقييماته هذا شيء وهذا شيء أما ما ينقله هو ويقول بأنني رأيته فأني أثق به كاملا ولا أقول هذا الكلام جزافا أقوله عن معرفة وعن دراية وعن خبرة يقول كنت عند الإمام الخوئي قبيل الظهر وكان يستعد لمغادرة البراني البراني يعني المكتب أقولها لمن يتابعني من غير العراقيين ربما لا يشخصون معنى هذه اللفظة كنت عند الإمام الخوئي قبيل الظهر وكان يستعد لمغادرة البراني وكان يحيط به شمالا ويمينا أعيان حاشيته كالشيخ محمد الحرز والسيد عبد الرسول علي خان والسيد عبد الحسين القزويني وغيرهم وكان من الحضار التاجر النجفي السيد محسن شبر سيد حسن الكشميري يذكر هذه الأسماء والتفاصيل يريد أن يقول بأن هذه الحادثة مشهودة لأنهم يكذبونه هذا وفجأة دخل رجل إيراني يتكلم الفارسية بلهجة تبريزية وسر به الإمام الخوئي إذ تبين أن له معرفة قديمة به وبعد الترحيب به سأله الإمام الخوئي عن كيفية حصوله على سمة الدخول إلى العراق وطبعا كان هذا بعد أشهر قليلة من تصالح صدام حسين مع شاه إيران في الجزائر عام 1975 بواسطة الزعيم الجزائر آنذاك هواري أبو مديا وكان مجيء هذا التاجر الإيراني بادر التدفق الإيرانيين على العراق للزيارة ولو جزئيا وأتذكر أنه عرض جواز سفره على الإمام الخوئي وتبين أنه على علاقة بالسيد جعفر شرف الدين بلبنان والذي كلف صديقه اللبناني عبد المجيد الرافعي معروف بعثي معروف عبد المجيد الرافعي باستحصال السمى له من سفير العراق في لبنان صالح الهاشمي تلاحظون تفاصيل دقيقة سيد حسن هنا ينقلها وأتذكر أنني شاهدت جواز هذا الرجل مكتوب إلى جانب السمى يعني الفيزا منحت له هذه السمى بأمر السيد السفير إذن ما هي القصة أخرج هذا التاجر الإيراني كيسا مليئا بالدنانير من فئة عشر الدنانير وكان مبلغا كبيرا وقال له إنها أخماسي لسيد الخوعي وهي كذا وأعطيت ثلثها إلى وكيلكم السيد آية الله نقاط ما ذكر السيد الكشميري اسمه إلى وكيلكم السيد آية الله نقاط وهنا انتفض الإمام الخوعي متوترا وقال له إن هذا الرجل يعني آية الله هذا وهنا انتفض الإمام الخوعي متوترا وقال له إن هذا الرجل ليس بوكيلي أبدا فصعق الرجل وتغير لونه لأن المبلغ لم يكن يسيرا وهو يتساعل ويقول سيدنا يخاطب السيد الخوعي إني أقتدي بهذا الرجل في صلاتي عمرا من الزمن فهل معقول أنه يكذب وهو سيد وشيخ كبير ومسن والإمام الخوعي مصر على أنه ليس وكيلي إطلاقا وهنا انفجر الرجل بصوت عال وقال إذن ماذا أصنع لهذه المبالغ التي أعطيتها له فقال له الإمام الخوعي هذه مشكلتك يمكنك أن تحسبها له هدية أما من الأخماس فأنا لا أجيز لك أبدا وهكذا بدت على هذا الرجل حالة إحباط واعتصره الألم وبين كنا في هذه الدوامة إذ حضر السيد مرتضى النخشواني ووقف عند رأس الإمام الخوعي وهو يسأل ما الخبر ما القصة فقال له الإمام الخوعي بأن هذا الرجل أعطى فلانا وسماه له بالإسم أعطى فلانا النقاط إلى آخره ذكر له الأمر وهنا رد النخشواني بشدة مرتضى النخشواني وهنا رد النخشواني بشدة نعم إنه وكيلكم صاحب السيد القوي نعم إنه وكيلكم وكرر وكيلكم وذهب إلى الأعلى وجاء بدفتر وأخذ يقلب أوراقه حتى وصل إلى صفحة من الصفحات فعرضها على الإمام الخوعي وقال بهذا التاريخ أعطيناه وكالة موقع منكم وهنا انحل اللغس والتفت الإمام الخوعي إلى الرجل الإيراني وقال قبول قبول وعاد الرجل إلى طبيعته ولكنه أصبح في حيرة مما حدث سيد حسن يعلق لقد خرجنا وتفرقنا وكل يفسر الأمر بشيء أحدهم برر ذلك بأن الإمام ينسى أحيانا وآخر سكت ولم يعلق لكنني وحسب تتبعي للأمور من طفولتي وأني أعيش هذه الأجواء علمت أن وكالته للعالم المذكور هي جزء مما يوقعه الإمام لأوراق وهو لا يعلم عن محتواها وأن الإبن والحاشية هي التي تدون وتوثق والإمام يوقع طبعا كان هذا في مرحلة مرجعية الإمام الخوعي أيام إدارة أبنائه من الرعيل الأول من الرعيل الأول يعني سيد جمال الخوعي وسيد عباس الخوعي أما في عهد الرعيل الثاني يعني سيد محمد تقي الخوعي يعني من الزوجة الثانية يقصد من الرعيل الثاني وسيد مجيد الخوعي أما في عهد الرعيل الثاني وهم الشبان فذلك له حديث آخر طويل أثني على ما ذكره السيد حسن الكشميري في كتابه هذا محنة الهروب من الواقع وثني على ما قال أنقل لكم هذه الواقعة ومن دون أسماء شخصية معروفة سوف لن أتحدث عن عنوانها لأنها ستعرف حدثني لي شخصيا قال لي لما كنت في البلد الفلاني والقضية والقضية ترجع إلى أيام السبعينات كان عندي وكالة من السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه وفي ذلك الوقت السيد الصدر ليس معروفا ومقلدوه قليلون وللأخير حتى إلى فترة استشهادي كان مقلدوه قليلين بالقياس إلى السيد الخوي أكثر الشيعة يقلدون السيد الخوي يقول في ذلك البلد لا يوجد مقلدون للسيد الصدر والذين حولي كلهم يقلدون السيد الخوي فحينما يأتونني بالأموال الشرعية يسألونني عندك وكالة من السيد الخوي أو لا أقول لا لا أستطيع أن أكذف هذه القضية وأنا محتاج للأموال محتاج على المستوى الشخصي والعائلي ومحتاج على مستوى عمل الديني يقول فما جاء ني ولا واحد أي واحد عند حقوق أو أموال يسألني عندك وكالة حاولت أن أوسط أشخاص كثيرين ما كنت أستطيع أن أذهب إلى العراق كانت شخصية مطلوبة ما كنت أستطيع أن أذهب إلى العراق فالأشخاص الذين كانوا يذهبون إلى النجف من وكلاء من شخصيات من بعض التجار كنت أقول لهم أن يتحدثوا مع سيد جمال الخوي الأبن الأكبر للسيد الخوي الذي بيده أمور المرجعية أن يتحدثوا إلى السيد جمال يقول هو لا يعرفني ربما رآني ربما رآني ولكن لا أعتقد بأنه يتذكرني ويعرفني شخصيا وتفصيلا ولكن ني كنت أطلب من أناس ويعرفهم أن يرسل لي وكالة وكان يرفض وبقيت على ذلك مدة ولكن ني عرفت بعد ذلك من طريق كلا آخرين قالوا لي بأن أرسل له مالا على أساس أنه خمس يقول فاضطررت تقردت مبلغا محترما من المال وبعثته بيد أحد الذين يذهبون إلى النجف وصحبت ذلك برسالة أن هذه أخماس يا سماحة سيدنا الجليل سيد جمال الخوي هذه أخماس وهناك أخماس كثيرة ولكنني بحاجة إلى وكالة من السيد يقول ما إن وصل هذا المبلغ جاءتني وكالة محترمة جدا بكل الألقاب والأوصاف التي كنت أتوقعها والتي كنت لا أتوقعها وبعد ذلك ترتبت أموري ومشت هكذا هي الوكالات وهذا الأمر لا تعتقدون بأنه مخصوص في زمان السيد الخوي فقط قضية دائما قبل السيد الخوي هكذا وبعد السيد الخوي هكذا أنا أقول السيد الخوي يشكك في وكالة المعصوم في الشخص الذي يكون وكيلا مخصوص أهذا هذا الأمر ناتج من الواقع الذي يعيشه أم القضية لا من ترهات علم الرجال من ترهات الشافعية والأحناف لكن من جهة أخرى نحن نجد بأنه هو يقبل كلامه وكلائه مثل ما مر قبل قليل كيف أن النقشواني صاحبه وبعد ذلك عدل السيد الخوي عن رأيه ومثل هذه القضية قضايا متكررة كثيرا